أعقد عدد من مثقفي وأكاديمي الموصل مؤتمرا في مدينة أربيل تمخل عنه تأسيس تجمع باسم تجمع أهل الموصل بهدف مساندة مدينتهم والمطالبة بحقوقها وتل المجتمعون بيانا دعوا فيه إلى تشكيل قوة خاصة من أبناء نينوى للمشاركة في معارك استعادة الموصل تضافر الجهود بين الأطراف المعنية لبناء قوة مرخصة من أبناء نينوى تحت راية الدولة يتم تسليحها وتدريبها للمساهمة في تحرير أرضنا التي دنس كرامتها واعتدى على شرفها المغتصبون المبادرة بحل كافة المشاكل التي خلقها التنظيم الإرهابي بين مكونات الشعف من العرب والكرد والتركمان والشبك والكاكيين مسلمين ومسيحيين تعويض المتضررين والنازحين وإنصافهم كل حسب مصيبته جراء سياسات عصابات الظلام والتخريض